يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أعمل طبيبا وعندما أحضر ندوة طبية يقوم الحضور من الرجال بالتصفيق للمحاضر فإذا قلت له من التصفيق للنساء فقط قالوا إن هذا الحكم مقصور على الصلاة هل هذا الكلام صحيح؟ لا ما هو صحيح الرجال لا يصفقهم لا في الصلاة ولا في غيرها تصفيق للنساء تصفيق للنساء وليس للرجال في الصلاة وفي غيرها هذا من ناحية الناحية الثانية إن فيه تشبها بالكفار هذه عادة من عادات الكفار ما كنا نعرفها ولا كان المسلمون يعرفون التصفيق للرجال إلا لما جاءتنا عادات الكفار تقاليد الكفار في محافلهم وفي تجمعاتهم والتصفيق أيضا من أمور الجاهلين ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصفيق المكا هو الصفيل والتصفيق والتصديق هي التصديق هي التصفيق هذا من فعل الكفار والآن سبحان الله يصفقون ويصفرون حطوا بالكم في المحافل يصفقون ويصفرون من الفعل الجاهلين نعم ترجمة نانسي قنقر